السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ معكم حلقة جديدة نمط المهنة فيها ريال طبعا نستعرض لكم أبرز المباراة اللي نعيبها في حلقة اليوم إن شاء الله عندنا أول مباراة حتكون مباراة بيلباو في الدوري ريال سوسيداد بلد الوليد في الدوري سبارتك موسكو في اليوروبا ليك وآخر مباراة حتكون معنا إسبانيول في الدوري أول مباراة معنا ضد أتلاتيك بيلباو على ملعب أتلاتيك بيلباو مباراة صعبة أتلاتيك بيلباو من الفرقة الكويسة اللي تلعب كورة حلوة مباراة حتكون صعبة جدا فريق جدا مميز عنده محترفين مميزين ضد هذه الغواصات صفراء في ريال أتلاتيكو مدريد يعيش فترة سيئة في هذا الموسم نتائج متراجعة وداء في الملعب لا يرتقي لطبوحات الجماهيم الفريق اللي أصبح قطف من جانب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري وعاني بشكل كبير في هذا الموسم البداية متأثر الفريق اللي ابتعد عن المنافسة على اللقب بإمكان العودة منزل هناك عديد من الجولات لكن علي أن يقدم أداء مختلف عن ما قدمه في الجولات الماضية أكيد ستتاح الفرصة لمتابعة فيا ريال والحقص لتنبتشار في الملعب سلامي الفارو نحاول نبني هجمة سجل آه والله ضيعنا الهدف الأول باكا يدخل المباراة بمعنويات عالية خاصة وأن نتمكن من تسكيل ثلاث أهداف في آخر ثلاث مباراة تشارك فيها كرة بيني أمامية سجلنا الهدف الأول في الدقيقة تسعة سجلنا الهدف الأول عن طريق كالوس باركا في الدقيقة تسعة كويس تقدمنا على أتلاتيك بلباو رح يزيد الحماظ الله على البداية بدون فلسفة تزديد للكرة المباشرة شوف اللقطة شوف المسافة الكرة في الشباك عمل جيد حقيقة يا سلام هلو مرتدة هيا حلو خلص خلص سجلنا الهدف الثاني على أتلاتيك بلباو كويس تقدمنا 2-0 على أتلاتيك بلباو في الدقيقة الواحد وعشرين تنتهي لكنها اقتربت الآن هدف يسأل عنا ثفاء أين كانوا لأن حارس المرمى قام بدورة صد للكرة في المرة الأولى ارتدت إلى الخصم تابح بدون أي رقابة لا 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 المرمى مفتوح أماما والله الحارس هذا نكبر يا أخي طلع الكرة لازم تسبب بالانتي لسا الدقيقة ثلاثين يعني لو سجلوا هدف في احتمال يرجع في المباراة مباراة صعبة الله يقلعك من حارس سجلوا الهدف الأول عن طريق راول قارسيا في الدقيقة خمسة وثلاثين نحاول نسجل الهدف الثالث عشان نبمن مباراة قال شيء أتسك بلباو ممكن يرجع في أي لحظة حلو مستحودين على الليب حلو التمريرات البحث عن تغرى البحث عن مساحة سلامة عن دائع التمريرات جاسبر سجلنا الهدف الثالث عن طريق جيرارد مورينيو ثلاثة واحد على ثلاثة كبير باو في الدقيقة ثلاثة وستين كويس والله مباراة صعبة مباراة جدا صعبة وحمد لله سجلنا الهدف الثالث في الدقيقة ثلاثة وستين عن طريق جيرارد مورينيو شيل شيل عنداي صح ويليامس يسجل علينا الهدف الثاني في الدقيقة سبعة وستين ثلاثة اتنين ولعت المباراة مباراة جدا ممتعة الصراح فيها هدف كثير فارق هدف يعني فارق الهدف ممكن يجيبوه في أي لحظة والله مباراة صعبة احلى مباراة العبتة حاليا في كريم في ريال صفر حكم الحمد لله والله مباراة صعبة بغو يجيبوه التعادل انتصرنا على ثلاثة كبير بغو ثلاثة اتنين مباراة جدا صعبة وانتصار مهم يعز صدارتنا في ترتيب الدوري مباراة جدا صعبة بس الحمد لله انتصرنا بالنسبة لي اداء كانوس باكا في مباراة اليوم لعدون كبير في انتصار فريقه اليوم بالهدف اللي سجله مباراة الثانية في الحلقة على ملعبنا ضد بلد الوليد نحاول اي مباراة تكون في العب في ملعبنا نحاول ننتصر عشان ناخد مركز كويس في نهايته الدولي هذه المباراة ما يملخ خط هجوم قوي بشكل كافي وبالتالي هو الأنقل لتسجيل الأهداف في هذا الموسم فريق عنده مشاكل هجومية كبيرة في أزمة تقع عند المهاجمين تجعل حتى الآن صيد سهل للمدافعين طبعا تعتبر هذه المباراة فرصة لفريق بيريال حتى يظهر بمستوى وبشكل رائع للمشاهدين الفريق يصير في الطريق ضربة جزاء في الدقيقة ثلاثة تحصلنا على ضربة جزاء في الدقيقة ثلاثة كويس نحاول نسجل هدف بدري عشان نضمن المباراة هتوقع لمسها في يده ما في يده في صدره العموم تحصلنا على ضربة جزاء يلا جيرارد مورينيو سجلنا الهدف الأول في الدقيقة أربعة عن طريق جيرارد مورينيو تقدمنا على ريال بلد الوليد واحد صفر وهنا يعادة لضربة الجزاء التي استقرت في الشباك ركل الجزاء في المرمى بدون أي مشاكل حلو تبادل كرات حلو تمريرات البحث عن تغرى البحث عن مساحة البحث عن فرصة في دخل المباراة يا الله الهدف هدف وسطوري هدف عالمي سجلنا الهدف التاني بالصراح هدف عالمي والله يدرس عطاه في الزاوية البعيدة هدف استمتع التعلم اثنين صفر على بلد الوليد هدف لا يسجل دائما الله على الكرة تبعد الكرة من أماكن الخطورة ياري بها فرق ميقيل ليون دينيس جيرتشف تناقل الكرة جرب الهفر والله والله المباراة هذه كلها هدف ممتعة تقدمنا ثلاثة صفر على بلد الوليد في الدقيقة واحد وسبعين هفرت الموهبة الألمانية سجلنا الهدف التالي المباراة جدا سهوة استقرت في شباك حارث المرمى من بعيد يطلقها يصويبها اختصر الوقت والمسافات وأسكنها المرمى هدف في مدى الجمال بتزديدة مباغتة من مسافة بعيدة تفاجئ الجميع وتهزج انتهت المباراة انتصرنا على بلد الوليد تلاقى صفر نهنا المباراة الحمد الله في الشوطة الأول وشخصيتهم في الملعب انتصار مهم يعزز صدارتنا في ترتيب الدوري نحاول نكسب المباراة السهلة هذه نجد الفرق الصاعدة والفرق المتوسطة في الترتيب هي هذه المباراة اللي حترت في ترتيب أنا في جدول الدولي وبالتالي لم يكن بالإمكان أفضل من المكان مشاكل فريق الضيف الهجومية تصحبها الآن مشاكل رجعنا الأجواء الأوروباليك كان إمباراء لنا في الأوروباليك طبعا ضد سبارتك موسكو على ملعب سبارتك موسكو من دور المجموعات لمطولة الدول الأوروبي أجواء جميلة هنا وتعطينا انطباح بأننا على موعد مع مستوى كبير في هذا اللقاء في مباراة متكافئة نوعا ما نحن أمام فريقين متقاربين جدا في كل شيء في المستوى في الأداء في القوة في مفاتيح اللعب والخطورة نتوقع بأن نشاهد مباراة قوية جدا كرة القدم هي اللعبة الرياضية الأكثر شعبية في العالم وقد تكون من بين الأقدم أيضا حيث تأسس أول نادي رياضي في تاريخ هذه اللعبة في الألف وثمانمية وسبعة وخمسين خارج الملعب كرة كانت قوية لكن تفتقد التركيز يا أخي والله مشكلة التمريرات هادي ما نأنف التمريرات كلها غير فجل الهدف الأول بارتاك موسكو تقدم علينا في الدقيقة 18.1.0 والله هدف هدية مني بارتاك موسكو إن شاء الله نقدر نرجع في المباراة هدف أول في هذه المباراة بعد عدة محاولات عدة كرات اشتعلت القملان كرة بتتخلص قبل ما توصل للملعب الخصم حلوة الكرة البينية خلف الدفاح خلف خلف حلوة نضرب كاشف الملعب نادر ما يخطر مسكين اللعب مسكين اللعب قاعدين مضيع فرص كثير يا سلام هيه يا خشوتة بزاي تحطه في وجه الحارس الخطورة تركيز على سليم بقرار من حكام المباراة الله ضيعنا فرص سجل ماهرانة تزبط معانا ثلاثة أهداف محققة ضيعناها الله حرام الله حرام شباك لكن ردت فعل الساحل أخير حلو تبادل الكرات حلو تبادل ترسل وضع الكر في الشباك ايه العرضة لا لا المباراة هذه ما حقدر سجل فيها خمسة أهداف محققة قباهت علي ما في حض كارلوس باكا يلا 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 أقل شي تعادوا تروح سجل اباكا افسايد الهدف السجل لا اطلع افسايد ما في حض العرضية في وسط المنطقة كرة بتتخلص من المنطقة صفرت لها اتلقام الشهيدين او خسارة صعبة والله حراما هزم في المباراة قالكي مفروض اطلع فايز اتنين واحد الفرص اللي شفتوها بس ما في حض صد الهدف ودافعوا انا ضيعت فرص كتير اغرب الفرص كانت في العربة سبحان الله ما في حض يعني لو ايش اسأل اولا مباراة يوم كامل ما حسد يلا نعود في المباراة الجائعة ان شاء الله المباراة بشكل جيد بصراحة وظهر فيها بشكل لافظ وقدر يساعد فريق على تحقيق الفوز اعتقد بان السعيد جدا بما قدمه في ارضي نرجع لاجواء الدوري بعد ما انهزمنا في اليوروبا ليج ضد سبارتاك موسكو ومن انبالاتنا في الدوري ستكون ضد اسبانيول على ملعب اسبانيول اليوم يلعب النادي الكتالوني اسبانيول ضد الغواصات صفرا في اريال اتلتكو مدريد يعيش فترة سيئة في هذا الموسم نتائج متراجعة واداء في الملعب لا يرتقي طبوحات الجماهية الفريق اللي اصبح قطب من جانب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري يعاني بشكل كبير في هذا الموسم البداية السيئة تبعد الفريق عن المنافسة على الصدارة حتى الان الفريق بعيد تماما على المستوى ولم يدخل لاجواء الموسم الكاميرات اليوم مبركزة مع جيرارد مورينو لاعب نجم يخطف الاضواء والكل ينتظر ماذا سيقدم رح تقول اوه اخي الفساد ما اعرف طبوض الفساد يمطرد بعيدا عن الناعبين شويس حالس طلع حلو افتكاك يا سلام جيرارد مورينو يا سلام على حارس المرمى حافظ على خسيز كريدو حلو مرتدة سجلنا الهدف الاول قبل نهاية الشوت الاول في الدقيقة واحد واربعين تقدمنا على اسبانيول واحد صفر عن طريق جيرارد مورينو كرة حطت طريقة رايعة جدا وصعبة جدا في الزوية الارضية على المرمى اذا اول اهدف هذه المباراة مشاهدين متابعين نتيجة واحد صفر الان خسيز كريدو بيكتور سانشيز نقل الحارس لا 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 الله يقل على الدفاع الله يقل على الدفاع والحارس هذا اللي يتقدم الله عليك يا مجنون سجل هذا في التعادل في الدقيقة 44 اسبانيول يسجل علينا هذا في التعادل لأكثر من لحظات قليلة ربما كان هذا التقدم ما أبقدهم بعض التركيز عاد الفريق عادت النتيجة عادت الحظوظ لم يرفعوا الراية البيضاء دول الاسباني في اللاليغا سانتندير وقت التغيير الآن للفريق المستضيب وضح المدرب اتخذ قراره كستيتا يا ربي كرة خطيرة على القائم يبعد الخطورة في هذه الكرة لاتو ميغي اللايون كذب ممتاز الكربينية ميكالثولا سلام عليك سجلنا الهدف الثاني على الاسبانيول في الدقيقة اربعة وستين عم طريق جيرارد مورينيو ما شاء الله اللاعب هذا بدي يتحسن معاه يسجل اهداف كثير جيرارد مورينيو الاسباني يسجل لنا الهدف الثاني تقدمنا على اسبانيول اثنين واحد اثنين واحد يعطيكم العافي على المتابعة لا تنسوا الدعم والاحتراف ويشوفكم على خير شباب نحتاج دعمكم بالله اي احد يشوف المقطع يشترك ويضغط لايك شكرا لكم جميعا واترب بالاقل السيطرة على الكرة لعب واحدة من افضل مبارياته في كرة القدم تتكلم عن اداء خرافي اداء اسطوري اللي شوفناه في مباراة اليوم كان نجم هذه المباراة كان حاسم في تحقيق الفوز طار بشكل جيد كان واضح ايضا اثنين من البداية ترجمة نانسي قنقر